بعد مرور عقدين كاملين على هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر التي استهدفت برجاء التجارة العالمي في الولايات المتحدة وبضغط من عائلات ضحايا الهجمات نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أول وثيقة مرتبطة بالتحقيقات في تلك الهجمات ومزاعم دعم الحكومة السعودية للمنافذين الوثيقة المنشورة المؤلفة من 16 صفحة أظهرت فيها اتصالات بين الخاطفين والسعوديين لكنها لم تشر إلى دليل على طورة الحكومة السعودية في الهجمات التي أودت بحياة نحو 3000 شخص ومن جانب آخر شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمسوي ألكساندر شلنبيرغ في الرياض على أن بلاده طالبت ميرارا بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر بن فرحان أضاف أن الرياض شركة في مكافحة الإرهاب مع الحلفاء مشيرا إلى أن كافة الوثائق الأمريكية تؤكد عدم طورة السعودية في الهجمات الإرهابية وبدورها أكدت السفارة السعودية أن جميع التحقيقات السابقة واللجنة الحادي عشر من سبتمبر لم تظهر أي دليل يدين الحكومة السعودية أو يؤكد أن أي من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية أو متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها حسب تعبيرها يشار إلى وجود خمسة عشر السعوديين كانوا من بين الخاطفين التسعة عشر بينما لم تجد لجنة حكومية أمريكية أي دليل يفيد بأن السعودية مولت بشكل مباشر تنظيم القاعدة لكن اللجنة لم تحسم مسألة الاجتباهي في طورط مسؤولين السعوديين بشكل منفرد عن الحكومة وكان أقارب ضحايا قطالب والرئيس الأمريكي جو بايدن بإلغاء مراسم الذكرى العشرين للهجمات إن لم يقرر نزع السرية عن الوثائق التي يقولون إنها ستظهر دعم السلطات السعودية للهجمات حسب وصفهم ترجمة نانسي قنقر